السلام عليكم متابعين أصدراتكم بكل خير وعافي لم تغطيتنا عن GF4 2020 من الصانع الصيني GAC Motors سعر السيارة 62,318 ريال سعودي شامل ضريبة لوحات لا يشمل التأمين ضمن السيارة 5 سنوات مفتوح الكلمترات بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة سنتين أو 30,000 كيلو أيهما أسبق وجد السيارة وأبرز المواصفات بداية بلد نهاري متوفر في السيارة النار أمامية بتكون هالوجين الواطع عدسات والعالي شماعات أسفل الشعار بيكون عندنا كاميرا أمامية وكشافات ضباب ومين سبايلر من الأمام من الجن بداية بفل تنك سيارة 50 لتر صرفيه سيارة 15.6 كيلو بلتر بنزين واحد نوع البنزين واحد 90 مقاسات الجنوط أو الكفرات 205 على 50 R17 جنت رياضي مقابض الأبواب بلون السيارة وعليه لمسات كروم ودخول ذكي من الأبواب الأمامية كروم أسفل الزجاج الجانبي المرايد بتكون على غمازات وبتكون بلون السيارة وعليها كاميرا الجانبية من الخلف بداية تم بإنارة تحذيرية على زجاج الخلفي من الجناح موجود من حوت على الشنطة الخلفية الإضافة زيما شايفين معانا LED ثلاث حساسات من الخلف وكاميرا خلفية ولمسات بالكروم بنسبة لفتح الشنطة إما من الرموت أو من الداخل أو بدغطة زر على الستوب اليمين تفتح معاك الشنطة مساحة الشنطة كمساحة تخزينية و 480 لتر التكفيل أكيد يدوي في السيارة محرك السيارة محرك رباع الأسطونات حجم 1.3 لتر أو 1300 سي سي تيربي يولد 135 حصان والعزم 200 نيوتي متصل مع قيارة بترونيك أوتوماتيك 6 سرعات صفتان من السيارة بداية تم بمساحة الجلوس 2 أصابع بين الركبة والمقعد الأمام المقعد راجع إلى آخر شي طولي 178 صنط تكيف خلفي موجود في السيارة عند المخرج تغف الخلف مساحة تخزين أسفل المقيف أيضا مساحات التخزين موجودة هنا خلف المقاعد بصورة حلوة يعني تقدر تقسم واحدة لجوال واحدة للبوربانك بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية أخرى وأيضا على الأبواب موجودة في السيارة مسند وسطي حاملات أكواب السيارة طبعا كخامات جوا جلد مخرم بيكون مشكل بين البني والأسود الأبواب أيضا بيكون على بلاستيك أسود لامع جلد مطرز وتشكيل بالبني ولما ساد بالكرة طبعا بالنسبة للمقاعد تقدر تفتح المقاعد تاخد مساحة تخزين أطول من الشنطة من الخلف إذا كان عندك أشياء طويلة في السيارة إضاءة خلفية موجودة في السيارة باللون الأصفر تقريبا كل شيء في الصفة الثانية من السيارة مقصولة السيارة صراحة جميلة مرتبة استخدام الكروم وضعية الشاشة الوصول للأزرار شكل الدريكسون مع التطريز والعدادات واستخدام البلاستيك الأسود اللامع مع الكروم كل ما أعطي شكل جميل طبعا الزجاج هنا فل أوتو على السائق والباقي أوتو نزول فقط عندنا سنترلوك تأمين الزجاج ومن هنا التحكم بالمرايات وطيق كهربائي للمرايات متوفر في السيارة اليسار هنا بيكون عندنا التحكم بمستوى اللي نعرف السيارة ومن هنا التراكشن ومن هنا بتشغل الكاميرا 360 درجة وتفصل الكاميرا طبعا إضاءة توفر عليه وضيئة الأوتو ودريكسون بيكون فقط فوق وتحت ما بيكون حلزوني طبعا إيسار عندنا التحكم بالميديا رفع الصوت وتتحرك بين الموجات وتختار المود الميوت أو التصميت حق الصوت لو عمر الصوتية وهنا عندنا ردة الاتصال وفصل الاتصال بلوتوث على يمين بيكون عندنا هنا التحكم بمثبت السرعة وتزيد السرعة وتقلل السرعة هنا في الوسط بيكون عندنا زر وحيد ويحركك بين الخيارات الموجودة على الشاشة الوسطية طبعا بالنسبة للعداء زي ما شايفينها بشكل واضح في الوسط هنا بيكون عندنا عداد الكتروني تحت هنا الحرارة والبنزين على شكل الكتروني أو بالشاشة الصغيرة هنا عندنا شاشة تعرض المعلومات بتعرض لك وضعية القير كم كيلو ماشي السيارة ضغط الإطارات طبعا الخط اللي فوق هنا زي ما شايفين بيغير معاك في الخيارات يعطيك المتوسطات يعطيك باقي الغراءات اللي تحتاجها على الشاشة وتحتاج تعريفها كسائق طبعا المساحات يتوفر عليها وضية الأوتو وعندنا التشغيل بزر في السيارة طبعا كرسي السائق ست وضعيات كهرب وكرسي الراكب الأمامي أربع وضعيات يدوية بيكون عندنا تعتيم تلغاء في المراية جيب النظارة متوفر هنا معنا في السيارة من هنا عندنا التحكم بالنارة الأمامية مانويل أو مع البواب التحكم بفتحة السكفة شما سيات عند السائق بيكون عليها إضاءة ومراية وعند الراكب أيضا بيكون عليها إضاءة مع مراية الشاشة حجم 8 إنش عليها خرائط وأيضا تدعم اليو اس بي والاكزولاري والبلوتوث وأيضا عندك رؤية 360 درجة طبعا بلمسة تقدر تغير زاوية الرؤية في السيارة فقط اضغط اتجاه الكاميرا وراح تفتح معاك الرؤية طبعا أيضا عندك إعدادات أخرى على الشاشة دادات السيارة زي نمط الدريكسون إنه يكون رياضي ولاس يعني ثقيل أو وسط أو خفيف اللي هو عندك هنا أيضا إكسسوارات اللي يكسط فيها قفل الأبواب التلقائي وأعدادات أخرى والإضاءة وغيرها والمكيف طبعا الشاشة تدعم عربي بس تدخل على الشاشة وراح تشوف كل شي وراح تقدر تحدد الأشياء اللي تحبها على سيارتك أكيد الكاميرا متصلة مع الريوس طبعا نسفل الشاشة بيكون عندك وصول سريع للشاشة وتحكم بالميديا بشكل عام بتحت هنا بيكون عندنا المكيف مناخ واحد من هنا تتحكم بالبرودة والسخونية من هنا بحجم أو بقوة المروحة ومن هنا وضعيات المكيف بشكل عام والتهوية طبعا هنا عندك مكان خاص للجوال كده يكون بوضعية مريحة وفي الداخل هنا بيكون عندك إضاءة ومخرج اليو اس بي موجود هنا في الداخل وهنا مكان آخر لوضع الجوال طبعا هنا هنا موجود زر صغير يغير بين ثلاث وضعيات الغيادة على الأوتو أو المانويل اللي هو تشتغل على التبترونيك أو على الوضعية الاقتصادية حاملة تكواب زي ما شايفين عندنا هاند بريك كهربائي هنا والأوتو هولد وهنا عندنا درج مع مساحة متوسطة في الداخل بخصوص أنظمة السلام والأمان الموجودة في السيارة بيكون عندنا مانع انغلاق مانع انزلاق وتوزيع الإلكتروني للفرامل حساسات خلفية كشافات ضباب أمامية خلفية أيضا بيكون عندنا كاميرات 360 درجة على السيارة التعتيم على المراي الإرباقات أمامية جانبية على المقاعد وأيضا تثبيت مقاعد الأطفال متوفر في السيارة حزمة الأمام متوفر بعدد الركاب وأيضا مراغب الضغط للإطارات طبعا عندي مواصفة أعتبري إلزامية لجميع الشركات سواء قلناها وما قلناها راح تكون موجودة في السيارة تقطتنا اليوم كانت من داخل المعرض GSC Motors مدينة الرياض طريق ريس أرقام التواصل مع المعرض كله راح يكون موجود في خانة الوصف حساباتنا في موقع التواصل اجتماعي أيضا راح تكون موجودة في خانة الوصف لا تنسى الاشتراك في الغناوة التفعيل زر الجرس ومشاركة المحتوى مع أصدقائك اختاما فأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة